موسيقى السلام عليكم سنبدأ بالدرس الثالث من دروس الجافا سكريبت الدرس الماضي حكينا عن احد الجمل المستخدم اليه document.write للطباعة window.alert confirm and window.prompt اليوم سنحكي عن الـ variables الموجودة بالجافا سكريبت الجافا سكريبت طبعا تستقبل variable as integer أو as string بس في عنا window.prompt الي بتستقبله فقط string وفي عنا طريقة او function اليه بيقوم بتحوله الي بناخده من window.prompt بيحوللنا عبارة عن انتجر خلينا نشوف كيف طريقة كتابة الـ variable عددا نكتب كلمة var هي عبارة عن كلمة محجوزة variable الـ variable لو كتبنا هذا الـ variable variable name وخزننا جوا string احمد مثلا هذا الـ string اللي خزننا جوا راح يتخزن جوا الـ name وممكن انه نستخدمه بـ document.right هيك بس حبارة عن تخزين للـ variable هلا بيحكي لك الـ data type الموجودة بالـ javascript بتعتمد على الاشي اللي انا بدخله يعني انا هون الـ name خزنة جواه string صارت الـ name عبارة عن string لو جيت هون اعملت variable variable equal حطيت خمسة هون صار عبارة عن integer هلا كيف طبعتهم زي ما بنعرف اللي هي document.right .right اوكي هلا هناك document.right كنا نحط string ونطبع الـ variable ما بنحطهم جوا string اذا حطيناهم جوا string ما بيقرأ قيمتهم بيخدها كلمة name بيطبع كلمة name وممكن اني احكي plus in one هلا رح نحكي عن عملية الـ document.right وهون تحتها لو جينا عملنا document.right لا in one هيك رح يطبعنا اياهم جينا عملنا reload طبعنا احمد خمسة اوكي هلا هاي بالنسبة لهم هون عشان نطبع رح نستخدمنا جملة وهاد الاشي يعني كتير بيضيع علينا وقت فاش بدنا نروح نتعلم كيف انه نسويهم نفس الجملة لو جيت انا هون حكيت document.right بدي اطبع جنبها in one كيف في عندي عملية اسمها عملية الـ concatenation هاي الـ concatenation بتجمع two string لبعض كيف مثلا two string او two variables لبعض هاي بحكي plus او two string لبعض فلو رحت كتبت name plus in one وعملت save رح يطبعهم نفس المرة الاولى اللي هي عبارة عن احمد خمسة اوكي هادو الجنب بعض طبعا مش فقط تستخدم الى انه بس variables اجمع فيها ممكن انه تستخدم لجمع strings ممكن اني اكتب string اللي هو عبارة عن tag html اللي هو اكتبه h1 واجمع له هذا string plus اللي هو name اوكي وبعدين هون اعمل plus لكمان string اللي هو عبارة عن string br اللي هو بعمل سطر لتحت واعمل كمان plus حتى اجمع اللي هي الان one يعني هون بستخدم ممكن استخدم بنفس جملة الطباعة استخدم عملية الكونكاتينيشن حتى استخدم tag html واستخدم وهون كمان ممكن اني ما في عدد محدود من اني احط string جنب بعض او اعمل لهم عملية كونكاتينيشن هون بدنا نسكر الh1 اوكي هون رح تشوفوا كيف هلأ رح يبين معنا بشكل ارتب من مطلع هون طبع لي احمد بالh1 وبعدين حطوا لي br بعدين رقم خمسة اوكي هاي بالنسبة لاستخدام عملية الكونكاتينيشن هلأ نستخدم الـ variable لتخزين زي ما احكيان مرة الماضي الهي window.prompt ما بستفيد منها غير اذا خزنتها جوه كيف ممكن استخدمها جوه لو جينا هون حكينا variable name طبعا بتلاحظوا اني كتبت name بالin capital لانه الjavascript عبارة عن case sensitive يعني name بالn small بتفرق عن end capital فهون variable name عبارة عن اشي مختلف تماما عن النام اللي بالاولى اجيت هون خزنت جوه variable name اللي هي خزني جوه window.prompt هلأ رح نشوف كيف رح نخزن جوه window.prompt ماذا window.prompt اللي هي رح احكي له write your name او type your name اوكي وهون بعد ما احكي له type your name خزننا هون جوه وين جوه variable باجي هون بعمل document document document.write وزي ما حكي لما اني انا بحكي عن variable رح احطه بدون quotation اللي هي document.write للم خلينا نشوف كيف ممكن انه يخزننا اللي انا بدي ادخله من خلال type your name هاي هون اذا المرة الماضية لما استخدمنا window.prompt ما كنا نستفيد منها هون رح نستفيد منها كيف استفدنا منها خزنناها جوه variable بعدين طبعا ال variable فهون شوفنا ايش دخل عنا المستخدم دخل عنا روان اعملت لها document.write طبعا نفس الاشي ممكن احط لها تنسيقات مختلفة يعني ممكن هون احطها h2 اوكي وهون طبعا هون هيك غلط لازم احطكم catination plus وبعد ما اكتب ال variable كمان plus ولازم اسكر h2 تمام اكيد رح يقبلها اوكي هيك طبقها عليها هاي بالنسبة لعملية document.write استخدم معها do string بنفس المكان string مع variable واعمل بينهم concatenation واستخدم window.prompt حتى اخزن قيمتها هلا لازم نعرف معلومة انه window.prompt اي قيمة بدخلها المستخدم بتقبلها java secret عبارة عن string just a string just a string كيف انا بدي اياه مثلا احكيله انه ادخلي اكتر من رقم وبعدين اجمعهم طبما هو رح ياخد هكا string رح يطبع لي اياهم زي ما هم اللي المستخدم يدخلهم ما رح يجمعهم كيف حتى اني ادخل ارقام واخدهم عبارة عن انتجار في عندي function رح نتعلم له اسمه parse integer خلينا نشوف كيف variable into او خليها number اوكي هذا variable number بدي اخليه يطلب من المستخدمي دخله اللي هي window.prompt 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 enter a number شكرا